شو صار اليوم من الثماني الصبح للثماني المساء؟ العدو الإسرائيل استهدف مكان تواجد الصحفيين فقنا اليوم على جريمة حرب جديدة ارتكبتها إسرائيل ضد الصحفيين بجنوب لبنان استهدف الاحتلال مقر إقامة الفرع الإعلامية بحاص بايا وقتل مصور المنار ويسام قاسم ومصور الميادين غسان نجار والتقني بالميادين محمد رضا من 8 أكتوبر 2023 قتلت إسرائيل 11 صحافة بلبنان أعلنت وزارة الصحة حصيلة العدوان على التوائم الطبية 163 شهيد 272 جريح 8 مستشفيات خارج الخدمة بشكل كامل و7 بشكل جزئي وبعدها إسرائيل مانع سحب جسامين 14 عنصر إنقاذ وإصعاف من مسلس لعديسة ومن برعشيد على الأرض قطع الجيش الإسرائيلي معبر جوسي القاع الحدودة مع سوريا ورجع استهدف معبر المصنع بغارة على خربة سلم استشهد أربع أشخاص وانصاب أربع سياسياً التقى رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بلندن وأكد على أولوية وقف اطلاق النار وتطبيق السبتاش سفر واحد من دون أي تعديل عجبها أعلن جيش الاحتلال مقتل خمس ضباط وجنود بالمواجهات مع حزب الله لترتفع حصيلة قتل المعلنين لعشرة بأقل من 24 ساعة استهدف الحزب مواقع وتجمعات إسرائيلية على الحدود وأطلق صواريخ على الجليل إن أتل هناك شخصين وانصاب عشرين بشزايا صاروخ اعتراضي